مرحبا بكم في كوزين عفيف اليوم مش نعملكم شوكولات و فرنبواز قطور شوكولات معاها فرنبواز اذيك موس شوكولات مش نبدأ بالبسكويت حطيت في البسكويت هذا حتي اصدقائه 120 جرام صفار بيث 40 بياض بيث اذا احسب نحسنها بالكعبة 5 كعبة النصف صفار بيث 6 بياض بيث 1 سكور 20 جرام كاكاو 150 جرام فرنبواز اول حاجه مش نطلع البياث البيض نضع ملح نقطة شوية نضع البيض نضع السكر ثلثين لصفار ثلثة للبيض نضع السكر ثلثين للصفار ثلثين للبيض نضع الفور يسخن على 180 درجة نضع الفارينة و غربلتها من الغربال نضع كاكاو غربلين نمزجهم نضع زيت البيضة لخطر الفارينة أكثر من الصفاء نضع زيت البيضة ثم نضع زيت البيضة نضع زيت البيضة نضع زيت البيضة نقوم بثانا نضع زيت البيضة و ترغب نضع و تنضع زيت البيضة نضع عبر الغرب طريقة الصحفة تعاونكم طريقة الصحفة تعاوني نضعها في الفور ثم نضع الطيب نضع 180 درجة 15-17 دقائق نضع الطيب نضع الطبخ نضع الطيب نضع الطيب نضع الطيب نضع الطيب وتضع الطيب 100 градواز 80ها林 30 30 30 30 40 نضيفه فوق النار نضيفه نضيفه عصر قارس نضيفه في الوقت نضيفه فرمبوز نضيفه نضيفه فرمبوز نضيفه نضيفه فرمبوز نضيفه 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 707 جرام نضيفه 28 جرام ماء نضيفه مليح نضيفه نضيفه نحط في الفرجدير درجة درجين حتى لوين يولي فرد فلقة يولي كيكابة الجلاتين نجم تاخذ معجون فرمبواس و تخثر و تخليه نضع 60 جرام سكر يجب ان نشيحه من ماه الفرق ما بين هذا و الاخر اللولاني اللي حطيتو اللي سيروه اللي عملتو هذا كنحبو ياخذ ماه نحطو فوق النار يغلي نحطو في الفرجدير يجب ان نسرع لي ولي يخطر هنا بداي ولي يقالب واحد ماذا حا ها مش مريكم اطبعه على النار بيه خذيت القالب هذين متاع عشرين اما تنجم الحكار اللي مش نعمله تنجم بتاع المحطة على ثلاثة و عشرين مدياماتر بتاعو هذا عشرين بيه خذيت الفرمبواس اللي هذين اللي مش نعمله تبقى محتوطة كوليد الفرمبواس فما اللي يفضل انه هذين يصفيه نحي الحبيبات هذين اللي فيه اما بالنسبة لاني ميقلقنش يعجبوني الحبيبات والصغار يحبوه هكا طبيعي يوقع فيها التقرميش هذا بالنسبة لل الفرمبواس اللي مش نعمله كوليد هذين بالنسبة اللي سيرو هانا قاعد يذوب نستنى فيه حتى الوين يتيب هلا يذوب السكر تهرى شوية هوا هيكا اني حاجتي بالماهذاء مش ناخذ قارس هلا هاني اقلب من شوية من غرفاتي فما اني محبش يحط الجيلاتين نقعد يغليها هذين نحط لها ماء عادي كي ما حطيت وريتوني ماء بارد ما عادي ما عادي تعشيش ما بعد كياله هون يتحلط نحط 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 حتى الاخر تنجم تعمل بنفس الطريقة لكي تقعد وقت كبير بارشا وانتي تصفي به هذي بالنسبة لي صيروه حطيت فرمبواز ماء سكر وقارس بالنسبة للكولي حطيت كوليد فرمبواز حطيت فرمبواز وعملت سكر وماس غليته بعدها حطيت الماس دي جيلاتين تنجم بالنسبة للكولي الاخر بعد ما تغلى تنجم بتعمل نفس الطريقة هذي تصفي اما ترسيلك تقعد وقت بارشا مش نحيها الحبيبات هذو كما قلت لك هي كل شي اضواق هذي مجرد يغليها حاشتي بالمام بتاعو مش نادن بها لقدتو شوكولات باعتبار اني عاملة شوكولات فرمبواز شوكولات فرمبواز سايد حصلتها لها هذي يصيرو لي مش ندهم به القاتو شوكولات نستحق الموس هذي بالنسبة للقالب متاع 20 دجامتر نستحق 250 كريم ليكيت عندي مش نعمل سيرو يتكون من 45 جرام سكر معه 30 جرام ماء باعتبار زوز صفار باعتبار زوز صفار وعندي 110 جرام شوكولات نوار 72 كاكا مش نبدأ بالكريم ليكيت نعملها إذنها تكون باردة حطيت الكريم ليكيت شوي في الكنجيلاتور باعتبار 5 مينوطة كيف نبدأ نخدمها قد ما تكون باردة قد ما تطلع لك أسهل هنا متماسكة هنا متماسكة على الأخر نغطيها ونحطها في الفريجدير الوقت اللي قانيته مش نخدم لميزان مش نتعلي موس وشوكولات حطيت السكر على النار يتيب مش نخليه حط الميو 18 درجة مش نصبوه على البيض في الوقت هذيه قصيت شوكولات حطيت الماء باماري مش نحط شوكولات ذوب على الباماري ونقعد نحركها ما خليهاش تسخن برشا موسيقى مش نقعد الراقب فيها ومانتو في نفس الوقت زادة مش نعمل البيض هذيه نركبه موسيقى 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 حها موسيقى حكا مخدمتها بالسرطة حتي الحسن موسيقى هكا تولي الأعظم ميضرش تمام موسيقى طبعا مش نزيدو هال كريم فويتي كريم اللي كيدا اللي عمالنا هيك تكون حاضرة الموسو شوكولا طبعا مش نبديو نزينو القدو طبعا هذي يصيرو فرمبواز ندهن بيه البات بعدها مش نحط الكريم ناخذ البات الثانية هذي الكريم نحيتو اوش نحطوه اذا نحب نتخليها تطلع اقل علو نعمل شسمو نعمل طبقتين بيسكوي كهوو وهكا تطلع رشة عالية برشا اخر مرحلة نرجع للبسكوين ايه مش نزيد الكريم اخر مرحلة مش نزيد نعلي الطبق مش نحضروا القلاساش مش نعمل القلاساش نستحق مية تنجرام سكر و مية تنجرام جلوكوس عليهم في الماء اذا 67 جرام مش نحطهم يغليوا فوق النار حلاليهم النار في الوقت هذية مش نربح الوقت مش ناخذ تسعة جرامات جلاتين مش نحط عليهم ماء 36 جرام موزولين نضرب ثمانية تسعة جرامات تسعة جرامات في اللابة هذة نجم نيولي حلالتهم بزيشتم ليح مش نحطوه في الجدير مش نوليلي كي مواريت فوقكم مع الفرامبواس ماء هذة تسعة جرامات جلاتين عليهم مائة جرام سكر مائة جرام جليكوز مائة جرام شوكولاتة حديد خمسة وعشرين شوكولاتة نوار والباقي خمسة وسبعين جرام شوكولاتة بلون ولنهني نسلي ثمانين جرام لو مش نستنى هذا يغلي أول ما يغلي منظر اغلي الغلي اغلي منظر النار اغلي وش نزيد النار يغلي كما يزيد المائة جلاتين حاضرة بشأن تتحلف الصون نضيف الشوكولاتة نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نستendas dicho نضع الوين برد 35-37 درجة كي نضع الوين برد كي نضع الوين برد كي نضع الوين برد كي نضع الوين برد وإذا كان هناك صورة ماء طياط قبل النهار نضع الوين برد نستغنو Ashley النهار لأن هناك لا نستغنو على الترمومتر التي تحديدتها الأوض لن تقوم بحضر نضع الترمو كي وحضر على الوين برد 37-37 درجة كي نبات مريت ومعبطتها في الغسط سرعة في الخدمة ويضع الخبزات كي أجل تحديد خبزة يجب هى ديمة تكون خارجة من الكونجيلاتور بيتها لكامل لتصب عليها القلاس ساحتها قليلا لن تخشيها دعوها تستغطر بعدها نعملها لزينة وهكا نكون وكملنا القدو